أشعر أيضا بحب كبير من جانب أهل أفريقيا للقراء المصريين للقرآن الكريم هل لمسهم هذا الأمر؟ طبيعي يعني عندنا طبعا أنا باعتبرها مدارس يعني الشيخ عبدالبسط عبدالصمد والشيخ المنشاوي والشيخ راغب كل أستطيع أن أقول لك أغلب أغلب القراء المصريين جاءوا إلى جنوب أفريقيا منذ الشيخ عبدالبسط عبدالصمد له حفلات منذ الثمانيات جاء في جنوب أفريقيا ومسجلة حتى الآن وتزع في الإزاعات والمحطات في جنوب أفريقيا وفي مدينة كبتون على وجه التحديد فهم منذ زمن لهم حب وشغف للاستماع إلى القراء المصريين وتقليدهم وينفقوا الأموال سنويا يعني لجلب بعض القراء المصريين سنويا في رمضان وهذا متعرف عليه ربما في فترة الكوفيد أو الكورونا حصل انقطاع لمدة سنتين ولا حاجة لكن بعد ذلك يعني في آخر رمضان هذا جاء قراء مصريين وكانوا متوجدين في كبتون ويعني بيلفوا على المساجد لتلاوة القراء الكريم بالطريقة المصرية وما إلى ذلك والناس عندها حب حتى يرددوا يعني مثلا احنا عندنا كمصريين لما في الشرائط أو الحفلات أو ما إلى ذلك يعني القراء لما يقرأوا والمستمعين يعني ينبسطوا منه فتلاقي بعض كده الله بتاع فهم تلاقي نفس الوضع بياخدوا كوبي بيست يعني نسخ ولزق كده الحمد لله رب العالمين